اشتركوا في القناة المرصاد السوري لحقوق الانسان بدأ قوات نظام بتمشيط ما تبقى من مخيم اليرموك بالتزامن مع تمشيته للجزء الذي كان تحت سيطرة التنظيم في حي التضامن عقب انتهاء عملية اخراج عناصر داعش وعوائلهم على متن نحو 32 حافلة حملت على متنها حوالي 2600 شخصين جرى نقلهم نحو البادية السورية مصادر اكدت للمرصاد السوري ان عمليات الخروج تمت باشراف روسي كامل ابتداء من خروج الحافلات ولحين وصولها الى شرق سوريا فيما تشهد اوساط مناصر نظام ومؤيده استياءا من تجاهل نظام لمصير المختطفين والاسرى متهمينه بالتعتيم على مصير ابنائهم وذويهم لصالح تحقيق انتصار على حسابهم في السياق نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن امين سر الفصائل الفلسطينية في دمشق خالد عبد المجيد ان اتفاق مخيم اليرموك لخروج مسلحي داعش هو اقرب ما يكون الى الاستسلام لافتن ان كل العملية جرت تحت اشراف جيش الروسي بعد طلب مسلحي داعش منهم تأمن خروجهم وحمايتهم حتى وصولهم الى البادية السورية وبذلك يصبح محيط دمشق واطرافه تحت السيطرة الكاملة لقوات النظام للمرة الاولى منذ العام 2012